السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شعبان ابراهيم استشارية اي اربي مايكروسوف ديناميكس ري سيكس فاين. النهاردة ان شاء الله انا حسب طلبكو. النهاردة هديكو انواع الكنسلطانت وهو انواع الاستشارة. اي اربي كونسلطان. طيب. هنتكلم النهاردة في انواع اي اربي كونسلطانت وهي معناه اي الشركات بتحتوي على اي من الكنسلطان. يعني انا افترض ان انا عندي شركة او ان انا اي تي فهشوف دلوقتي اي هي الاستشاريين اللي انا اه محتاجهم معي في كشركة اي ت cu cylinder فاوله انواعه انا عنواعي الاستشاريين عندنا فيه finance consultant. عندنا supply chain consultant. عندنا elevator sharing consultant و project and management consultant وрат entsprech يوج克.nahme رجحكم في الشركة. تفريقة سرحة كذا عن الاستشاريين انواع الاستشارين اللي موجودين عندنا. طبعا انا بتكلم هنا عن functional consultant وبتكلمش على technical developer position. فمسلا نبدأ بالfinance consultant وهو الاستشاري الخاص بالجزء المالي. طبعا احنا بنتكلم هنا لازم نكون عارفين احنا بنتكلم عن استشاري. ما بنتكلمش عن محاسب او CFO او بنتكلم عن finance manager. لا انا بنتكلم على الاستشاري. فلو بدأنا بالfinance ايه وظيفة الفايننس وايه هي المديول الى المفروض الفايننس consultant يبقى عارفها او يعملها configuration. فبنبدأ مثلا عندنا في البداية الفايننس هنتكلم في اول مديول عندي general manager وهو حسابات الاستاذ او اليومية العامة حسابات الاستاذ. فبالنسبة لجنرال لجر فلازم طبعا ده جزء مهم جدا جدا والاساسي والعمود الفقري فيه لشغل الفايننس consultant. طيب عندنا رقم اثنين عندنا account people اللي هما الموردين. رقم ثلاثة account receivable رقم اربعة cash and bank management. رقم خمسة fixed assets. رقم ستة التاكس. رقم سبعة consolidation. رقم تمانية هنتكلم في cost accounting رقم تسعة هنتكلم في credit and collection. فلازم رقم عاشرة والاخيرة اللي هي البودجيتنج. لازم الاستشاري الفايننس يكون ملمة بالمديولز تين. طبعا مش اتكلم معنا تفصيل انا زي ما انتم شايفين انا بالمديولز تينس كونسولتان. هنتكلم عن السبلايك تشين كونسولتان. وهو الاستشاري المسؤول عن سلسلة التوريدات. طيب. ده ايه هو الconfiguration اللي هو المفروض يكون ملمة بها او ايه هي المديولز المفروض يكون ملمة بها. رقم ملمة بالـ inventory management. رقم اربعة الـ advanced warehouse management. رقم خمسة يكون ملمة بالـ master planning. رقم ستة يكون ملمة بالـ sales and marketing. دولة ستة مديولز لازم يكون هو الاستشاري. السبلايك تشين لازم يكون ملمة بهم كويس جدا جدا جدا. طبعا انا يعني انا بكلم في مديول مديول ده في شغل كتير جدا جدا. طبعا ومش سهل الـ implementation الخاص به. فده بالنسبة لي الجزء التاني اللي هو supply chain. رقم ثلاثة المنفاكت شارينجة هو التصنيع. المنفاكت شارينجة ده ثلاثة اجزاء. لازم يكون ملمة بهم. طبعا هو بيكلم في الـ production. المنفاكت شارينجة ما اقدرش اقول لك هي الـ production من control بس لان انا عندي هنا المنفاكت شارينج داخل فيها الجزء الخاص بالـ supply chain. لكن لازم نبقى عارفين ان فيه 3 types المنفاكت شارينجة. اول حاجة الـ discrete manufacturing. رقم اثنين الـ process manufacturing. رقم ثلاثة الـ main manufacturing. الـ discrete manufacturing اللي هي الصناعات اللي هي الخاصة بصناعات منفصلة بصناعات السيارات او صناعات منفصلة وديت انا بسميها discrete manufacturing. غالبا بتبقى موجودة طبعا في السيارات واللي هي المنتجات الاحجام الكبيرة. دي طبعا بيكون اعرف ان انا اركبها وحلها. يعني قبل التركيب والحال. يبقى ده بسميها discrete manufacturing. في عندي process manufacturing. وهي الصناعات اللي بتحتاج ما يسمى بالفرميولة. الفرميولة اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا اعمل عملية التصنيع. فبشوف مجموعة من الـ prep او recipe او مجموعة من المكهونات بدخلها مع بعضها بنسب معينة الـ percentage. وبالتالي عشان احصل على المنتج. انها ازاي مثلا صناعة البيتزا زي البنزين زي صناعة مثلا المطاعم كل ده بتخص تحت الـ process manufacturing. وبنستخدم فيها حاجة اسمها formula. بعكس الـ discrete manufacturing بستخدم فيها الـ production order. ربما مش طبعا نعرفين الـ status بتاع الـ production order. من اول الـ create. وبعدين الـ estimation. بعد الـ schedule. بعدين الـ release. وعندنا طبعا الـ report as finished. واخيرا الـ end. ده بنتكلم في جزء المنفاكة. النوع التالي اللي هو الـ manufacturing. اللي هو بيستخدم ايه؟ اللي هو زي نظام الـ campaign. اللي هي شركات تيوتا. والمصانع اللي هي بتصنع على حسب طلب العميل. وده برضو في جزء كبير جدا. بنتكلم عني تفصيلي في الكورس برضا. بعد كده بيبقى عندي الـ project. طبعا الـ project management and accounting. ده برضو في استشارة خاص بيها. الـ project management and accounting بتتكلم معايا من بداية الـ prospect. وهو الـ prospect اللي هو اللي هي العمل المحتمل. طبعا انا بتكلم على complete process. فانا لو بدأت بعندي prospect. بعد كده بعمله حاجة اسمها quotation. وبعمل حاجة اسمها workbook down structure. بعدين بكرية المشروع. ازا المشروع is confirmed. فبكرية الـ project. بعدين ببدأ احط budget على المشروع. بعد كده بدخل في مرحلة الـ execution. اللي هي التنفيذ المشروع. بعدين بدخل في مرحلة الـ analysis. بالاضافة طبعا ان موديول الـ project بيخدم حاجة كتير عندي كتير جدا جدا. جميع انواع الـ project type time and material. في عندي project type it is investment. في عندي time. في عندي cost. في عندي internal. جميع انواع الـ project اللي موجودة اي مشروع انت بتفكر فيه طبعا موجودة عندي في الـ project management and accounting. اخيرا انا بكلم على الـ retail. والريتيل ده طبعا زي ما انتواعرفين integrated مع المانيفاكتشارينج. لان الـ retail بيبقى ممكن يكون فيه عملية تصنية او ممكن تبقى direct retail. ان انا من عملية التريدنج. ان انا بشتري الـ finished good او الصنف النهائي. وببيع as it is. لكن عندي برضو retail جزء كبير جدا. باستخدم فيه الـ POS اللي هو point of sales. وبرضو it is integrated مع المانيفاكتشارينج والسبلايتشينج والفاينانس. طبعا وجزء الفاينانس integrated مع كل الـ parts اللي هي السبلايتشين والمانيفاكتشارينج والبروجيكت والريتيل. ده كان جزء كده سريعا موضوع الـ ERP consultant. طبعا في الشركات الكبيرة بنلاقي كل الـ position كل واحد مسؤول عن position. يعني الـ financial consultant. السبلايتشين الاستشاري. المانيفاكتشارينج الاستشاري. البروجيكت الاستشاري. الريتيل الاستشاري. لكن في بعض الشركات يعني اللي هي متوسطة الحجم بيقولك لا احنا مثلا ممكن يجبوا استشاري للفاينانس والسبلايتشين مع بعض. ممكن يجبوا استشاري ومانيفاكتشارينج مع بعض. ويدخلوا معهم البروجيكت. ممكن الرتيل. يعني اذا هي بتعتمل على حجم الشركة حجم الشركة كبير. بيبقى position كل واحد له position خاص به. اما اذا لو كان حجم الشركة صغير. طبعا ممكن يغطي اثنين استشاريين او على حسب طبيعة البزنس. ممكن يغطي واحد او اثنين استشاريين الجزء الخاص بالفاينانس والسبلايتشين. او على حسب طبيعة الشركة. ده كده حاجة سريعة عن ال ERP consultant. طبعا ده مهم جدا يا جماعة. لازم نكون فاهمينه قبل ما ندخل عملية لانك تكون استشاري يعني. وده بيفيد الناس اللي هي غالبا الناس اللي بتعمل shift career اللي هو مثلا محاسب. او اي اللي كان فيه عاوز يعمل shift career. فلازم يبقى فاهم من البداية هو شغال ازاي هو بيبدأ ازاي. طبعا القناة نشارع عليها جزء من الفاينانس الجي ال. فطبعا فيه قرصات متوفرة جماعة برايفيت اللي محتاجها يكلمني على الواتس. واحنا بالفعل بدأنا خلصنا مجموعة من الجروبس بما يخص الفاينانس والسبليتشين. والحين شغالين ببروجيكت وبنكون تاني الفاينانس والسبليتشين والمانيفاكت شارنج بازن الله. وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.